الواضح في النشاط العلمي للسنة الثالثة ابتدائي الوحدة الرابعة الحصة الثانية اليوم من حصص هذه الوحدة التي بدأناها سابقا إذن الحصة الثانية كيف أستعمل محرار المختبر هذا هو الموضوع لهذه الحصة في الصفحة 54 من كتاب الواضح إذن ننتقل إلى الصفحة 54 لنجيب عن الأسئلة ونفترض ثم نتقصى ثم ننجيز ثم نختبر إذن الهدف التعلمي اليوم أتعرف المحرار وكيفية استعماله وقراءته ثم أستخدم المحرار لتعيين درجة حرارة جسم ما إذن ننطلق بطبيعة الحال من الصورة ومما طرح علينا أعبر عن لماذا تضع الممرضة المحرار في فم الطفلة المريضة وماذا يحدث عندما يلامس المحرار فمها إذن بطبيعة الحال السؤال لماذا تضع الممرضة المحرار في فم الطفلة المريضة بطبيعة الحال لقياس درجة حرارة جسم المريض إذن كيمكن ندير في الفم ديالها كيمكن في الأفضل ديالها إذن لكي يلامس نحن سبقى أن تطرقنا في حصة سابقة أنه ليقع التبادل الحراري لكي تنتقل حرارة جسم المريض إلى المحرار والمحرار عندما تنتقل إليه الحرارة يعين درجة الحرارة لأن ذلك يحرك السائل الذي إما صعودا أو نزولا ولهذا فالمحرار لو لم يلامس جسم المريض هل سيقيس لنا درجة حرارة المريض طبعا لا فالملامسة ضرورية وماذا يحدث عندما يلامس المحرار فما بطبيعة الحال يتبادل المحرار مع فم الطفلة المريضة السخونة إذن تبادل الحرارة يعني تنتقل الحرارة من الجسم من المريض المحرار والمحرار يعين درجة الحرارة إذن التساؤل المطروح اليوم كيف أستعمل المحرار لأعين درجة حرارة السواء إذن هذا هو السؤال المطروح إذن ما هو الافتراض الذي نفترضه إذن الافتراض الذي سنفترضه أننا نطبق نطبق نفس المراحل شائعة للاستعمال المحرار الطبي لاستعمال المحرار الطبي لاستخدام محرار المختبر لاستخدام محرار المختبر إذن هذا افتراض ثم نتأكد من افتراضنا نختبر افتراضنا إذن ننتقل إلى اختبر إذن ألف أتعرف مراحل استعمال المحرار أملأ الفراغ على التوالي في واحد بما يلي يستقر الخزان يلمس وفي بما يلي وفي جوج إذن في واحد غدين استعملوا يستقر الخزان ويلمس يلمس ثم ثانيا سنستعمل السائل عيني مستوى إذن كي نتعرف على ما سيستعمل المحرار إذن أغمر ماذا أغمر بطبيعة الحال نغمر الخزان لأن الخزان هو الذي يجب أن يكون مغمرا في السائل إذن أغمر نكتبه بلون مغير أغمر الخزان في السائل دون أن يلمس دون أن يلمس قعر جوانب قعر جوانب الإناء وانتظر حتى يستقر السائل ماذا يعني هادش يعني أننا فش غدين نحطوا الخزان غدين نغمروا الخزان الخزان ما خصوش يقيس الإناء لا على المستوى الجوانب ولا على المستوى القعر ثم ننتظر حتى يستقر حتى يستقر السائل السائل إما سيصعد إذا كانت هناك سخونة إذا كان السائل ساخنا وسيهبيطون وسينزل إذا كان السائل بطبيعة الحال السائل باردا لأن المحرار بطبيعة الحال ما هو المحرار المحرار هو تمدد السائل أو تقلصه على حسب نتحدث عن السائل الأحمر السائل الداخل الأحمر إما يتمدد فترتفع درجة حرارة وإما يتقلص فيعبر عن خفض درجة الحرارة إذن ننتقل إلى ثانيا أضع إذن أدى أضع أضع عيني أضع عيني في نفسي مستوى سطح مستوى ماذا يعني هذا ماechesنونج العين pbch مستوى في المستوى السطح في مستوى السطح في مستوى السطح سطح السائل الأحمر السائل الفعل يمكنك العين ما تجيش من الفوق وما تجيش من التحت لأننا سنعين درجة حرارة خاطئة إذن ننتقل بطبيعة الحال إلى باء أنجز المناولة التالية استعمل المحرار لأعين درجة حرارة الماء في الحالتين وألاحظ سطح السائل المحراري أملأ الفراغ في ثلاثة بما يلي الصفر السائل وفي أربعة بما يلي إذن ثلاثة يشير سطح السائل يشير سطح السائل إلى درجة الحرارة فوق الصفر لأنه علاج فوق الصفر لأنه هناك تبنينا أرقام كبيرة هنا في رابعا يشير سطح السائل المحراري إذن يشير سطح السائل المحراري سطحه إلى درجة هذه درجة الحرارة إثناني تحت الصفر إثناني تحت الصفر هنا محيط هذا الصفر ونحن لدينا درجة لأنه الماء بارد لأنه ليس للماء بارد ربما جاليد إذن ولهذا ستشير الحرارة إلى أقل من الصفر إذن ننتقل إلى استخلص املأ الفراغات بما يناسب لقراءة يستقر درجة خزان سطح المس إذن لتعيين لتعيين درجة حرارة جسم درجة حرارة جسم سائل يجب غمر خزان المحرار في السائل دون لمس جدران الإناء لمس جدران الإناء الانتظار إلى أن يستقر إذن هذه مراحل استعمال محرارة طبيعة أن يستقر سطح السائل المحراري جعل العين في نفس مستوى سطح السائل سطح السائل المحراري بطبيعة الحال سطح السائل لقراءة لقراءة درجة الحرارة وحدة درجة الحرارة هي السلسيس ورمزها درجة سلسيس إذن ننتقل إلى الاستطمار أرتب مستعملا أو مستعملة الأرقام من واحد إلى أربعة مراحل تعييني درجة حرارة جسمي بواسطة المحرارة الطبي إذن كي نحدد عندي محرارة أريد أن نرى درجة حرارة جسمي ما هي المرحلة الأولى إذن بطبيعة الحالة المرحلة الأولى بطبيعة الحالة المرحلة الأولى هي أمسح الخزانة بالكحول ثم أرجو المحرار ثم المرحلة الثالثة أدخل المحرارة في الفم ثم رابعا أقرأ درجة حرارة إذن هذا كل ما يتعلق بهذا الدرس حول كيفية استعمال المحرار نوعدنا مع حصة الثالثة لاحقا اشتركوا في القناة